فلازم نحدد بدل ما نقول المسحي يؤمن بالطورة لكن اعرف ما هو التفسير اليهودي وما هو التفسير المسيحي لما الإنسان بيقحم نفسه على آيات فيثير التحريض ويثير الفتنة وابتدأ البعض يعني يهاجم سفر إشعياء مأخوذ من بعض الكتاب في القرن العشرين اللي هي من النقد العالي النقد الواطي الأخر هي وابتدأوا يستشهدوا أنه الشعياء مخشوش وفيه أكتر من كاتب والأصعب أنه ابتدأوا يتطاولوا على التوراه يعني كنت واحد بعتلي فيديو لشخص في مصر اسمه أحمد مبارك والطريقة اللي تكلم فيها طبعا يعتبر تهكم على الديانة اليهودية وعلى الديانة المسيحية يعني فهذا يعتبر رفض أنت رفضت التوراه ورفضت الإنجيل وبذلك أنت إذا رفضت التوراه أنت رفضت القرآن لأن القرآن يشهد للتوراه فأنت عندما تهين التوراه أو الإنجيل أنت كمان بتهين القرآن اللي اتورث اللي أخذ كتير من المعلومات عنهم فإذن ابتدأت فكرة العداء والله بيتعامل مع كل أمة بفترة زمنية معينة محددة مش على أساس يكون شيء مطلق يعني عداء ضد شعب أو ضد شخص يعني إذا كان في حرب قديمة بين شعب وشعب اليوم ممكن يكون في سلام ولكن العداء ليس مطلق العداء هو كان بفترة زمنية معينة فهذا نشر العداء هو عمليا ضد تعليم الله في الكتاب المقدس فالله لا يورث العداء وطبعا في شيء آخر لازم نفهمه في فرق بين التفسير نبوة الشعياء بحسب اليهود وبحسب المسيحيين بحب أذكر مشاهدينا أنه أغلبية اليهود آمنوا في المسيح في العصر الأول في القرن الأول والتاني كان أعداد كبير من اليهود اللي آمنوا بالمسيح ولكن الأغلبية العظمة لا تؤمن بالمسيح أقصد بيسوع المسيح اللي جاء فإذن ينكروا الميلاد العذراوي ينكروا موت المسيح لهوت المسيح وبينما المسيحيين بينظروا لإشعياء واحدة من أعظم النبوات التي تشهد ليسوع المسيح فلازم نحدد بدل ما نقول المسيح يؤمن بالطورة لكن أعرف ما هو التفسير اليهودي وما هو التفسير المسيحي شيء آخر في كل الموضوع في نبوة إشعياء اللي أكتر من 2730 حوالي 2750 سنة هذه النبوة فلا ذكر للإسلام ولا ذكر للقرآن ولا ذكر لأي شيء الإسلام احتل بلادنا في القرن السابع فإذن ما يعني تحط الموضوع كأنه بيتكلم عنك لأنه الكتاب المقدس يسير بتناغم وتسلسل وخطة الله لابد أن تتم فالله ليس عنده محابة الله ما هواش بيأخذ يعني شعب ضد شعب آخر فهي فكرة مغلوطة جدا كانوا عم بتزيد في هذه الأيام فنحن أصبحنا ضحية بين تمادي نتنياهو أو تحريض الشيوخ إذا اقتبس من نبوة إشعياء النبي ذاكر كلمات النيل إلى الفراد هذا لا يعني أنه تنقلب الدنيا حول هذا الموضوع فلازم نعرف من هو إشعياء النبي وما هي نبوة ولمن تنبأ ومن هي الممالك أو الشعب المعاصر اللي كان بيتكلم عنها إشعياء وما هي النبوة المستقبلية نبوات إشعياء مش بس فيها نبوات تاريخية دينية وأيضا روحية لهوتية ومستقبلية أيضا فإذا أحبائي هذه النبوات لازم نفهمها بصياقها المعروف ترجمة نانسي قنقر